قرعة الأندية الإفريقية ومسابقتين دوري الأبطال وكاس الكونفيدرالية والحقه خلاص دي آخر سنة النظام الحالي دوري أبطال وكاس الكونفيدرالية خلاص من السنة الجاية الموضوع كله عيختلف وعتبقى فيه كمان مسابقة السوبر ليك قبل ما أدخل في القرعة والقضامكم على الشاشة دي قرعة دي الدوري التمهيدي الأول اللي شارك فيها بالتأكيد 58 ننادي بعد إعفاء أكبر 6 أندية في القرعة الإفريقية خلال الخمس سنوات الأخيرة لو تاخدوا بالكم من حاجة أن القرعة اتعاملت بنانا على إيه يا جماعة؟ اتعاملت بنانا على التصنيف بمعنى أن القصة مش قصة بطولات مثلا بيشوفوا آخر خمس سنين نتاج الفرق الإفريقية عاملة إيه؟ الأهل بالتأكيد في المركز الأول ودائما منفرد فيه الصدارة خلال العشر سنوات الأخيرة وهو نادي القرن في القرن السابق الأهل الأول ب74 نقطة يليء الوداد ثم الترجي ثم الرجاء ثم نهضة بركان ثم سانداونز وبعد كده مازمبي والزمالك طبعا نهضة بركان عيلعب فيه كأس الكنفدرالية فبتشيله من الترتيب فبالتالي بيدخل قبليه فريق سانداونز بعد كده مازمبي والزمالك طب مازمبي والزمالك 43 نقطة حصل خلاف كتير والناس ما كادش عارفة إيه اللي هيحصل يمكن الحمد لله الواحد من خلال المصادر ومن خلال الناس اللي بتعامل معها في الاتحاد الإفريقي ودايما الحمد لله في مصداقية مبين وبينهم وباخد دايما منهم المعلومة السليمة قبل ما تبقى رسمية عشان نعرف إيه اللي بيحصل الفترة الجاية وده بالتأكيد دورنا عشان نقدم معلومة صحيحة ودقيقة لكل السادة المشاهدين قبل إعلان معادل قرعة بعد تعديله سألت أنت يا جماعة الزمالك 43 نقطة ومازمبي 43 نقطة إزاي هتقدروا تفصلوا ما بين الناديين عشان نشوف مين هيلعب الدور التمهيدي ومين هيعفة مع الخمس أندال أخرى الأهلي والوداد والترجي والرجاء وساندونز الترد علي رد قوي جدا وقاطع وأنا من يومها حسمتها وقلت بشكل رسمي يا جماعة الأهل هيلعب الدور التمهيدي الثاني اللي هو ما يعرف يعني بدور الـ 32 وإزاي مالك يلعب الدور التمهيدي الأول اللي هو الدور الـ 64 اللي هو عدد الأندية اللي بتشارك فيه البطولة وبالتالي إيه اللي حصل؟ قالوا لي القصة مش قصة بطولات دايماً الاتحاد الأفريقي بيعتمد على معيار التصنيف وده يرجعنا بقى للعشرين سنة اللي فاتت لما تم اتخاذ قراراً للأهل نادر القرن والكل من وطاعة يقول لك السبعة أكبر من التسعة والتسعة أكبر من السبعة وليه اللي حصل وكل كان عارف أن المعايير الاتحاد الأفريقي واضحة والقصة بعيدة تماماً عن الأشخاص الموجودين في الكاف لأن الكلام ده كان من كم سنة؟ بنتكلم مثلاً من 94 من نرده بنتكلم بعد 28 سنة نفس المعيار موجود في الاتحاد الأفريقي وهو التصنيف فقالوا لي الخمس سنوات الأخيرة الفريتين زي بعض مازينبي 43 والزمالك 43 ولكن لو رجعنا للسنة السادسة عام 2017 مازينبي جايب نقاط أعلى جايب خمس نقاط والزمالك سفر طيب لو رجعنا للسنة الأخيرة الزمالك محقق نقطتين للنخرج من دور المجموعات ومازينبي حصل على سلاس نقاط وبالتالي بالنقاط مازينبي عنده معايير أفضل الطلوم طيب مازينبي في آخر خمس سنين واخد الكأس الكونفيدرالية واخد كأس السوبر قالوا لي دايما لوائح الكاف والمعايير اللي بنعتمد عليها ليست بالبطولات ولكن بالأرقام والنقاط وبالتالي أتمنى أتمنى الكل بلا استثناء يركز جدا على اللي حصل السنة دي في تحديد الفريق السادس المعفى من دور التمهيدي اللي حصل في مسألة إعفاء مازينبي واختيار الزمالك المسألة ليها علاقة بحاجة واحدة بس وهو أن التصنيف هنا بالنقاط وليس بالبطولات آخر خمس سنين دي الزمالك واخد بطولتين مازينبي مش واخد ولا بطولة يبقى السفر أكبر من الاتنين يبقى بالتالي المعيار هنا بالنقاط وليس بالبطولات أعتقد ده مثال حي وبالمناسبة الحمد لله مفيش مسؤول مصر في الكاف عشان يقولك أصل عمل كذا الأمين العام من الكونغو ومعاجن سياسة ويسرية رئيس الاتحاد الإفريقي جنوب إفريقي وبالتالي الأمور كلها بعيدة تمام البعد عن الشخصيات الموجودة لأنه في معايير واضحة ولكن زي ما أنتوا عارفين فيه ناس دايما بتحب تقوم شغلها على فكرة الأهل والمظلومية والمؤامرة الكونية والتسعة أكبر من السبعة لا القصة مش كده هي القصة معروفة دايما للي عايز يفهم واللي عايز يقرأ إن الأمر معمول هنا بالنقاط مش بالبطولات طيب ترجمة نانسي قنقر